تعزيز العلاقات نجفان برزاني يطلب من النمسا افتتاح قنصلية في أربيل تعتبر الزيارة الأورى للرئيس نجفان برزاني ما هي الأبعاد التاريخية لهذه الزيارة؟ الحدث برأي مهم أتت الزيارة طبعاً لرئيس قيم كردستان العراق الأستاذ نجفان برزاني إلى النمسا بناء على العلاقات العراقية والكردستانية مع دولة النمسا طبعاً إذا بدنا نتعرج على موضوع العلاقات هي أتت سابقاً لمساهمات النمسا كدولة في الموضوع الإنساني في الثورات الكردية المتعاقبة من القرن الماضي كمثال تم استقبال ما يقارب المئة لاجئ وقتها تم افتتاح بالألفين وعشرة مكتب تمثيلي تجاري لدولة النمسا في هولير أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ثم بالألفين وعشر تم افتتاح ممثلي لإقليم كردستان العراق في دولة النمسا طبعاً ويمثلها الدكتور مصطفى الزيارة أتت كالتوطيد للعلاقات والبناء على هذه العلاقات الموجودة واللي صالح العلاقات المتنامية بين النمسا وبين العراق ومن ضمن إقليم كردستان العراق طب شايفي كان كان الطلب الرئيس بالنسبة للرئيس نرحبان برزاني من النمسا هو افتتاح قنصولية نمساوية في أربيل بماذا تقيم هذا الطلب؟ طبعاً من الواضح أنه هي رغبة بتعزيز العلاقات الموجودة علماً أن الزيارة كانت بناء على الدعوة من وزير الخارجية تشالنبرغ قبل السنة تقريباً من الآن وقت زيارته إلى عاصمة إقليم كردستان العراق ولقاءه بالمسؤولين الكردونات تم تقديم طلب لزيارة رئيس إقليم كردستان العراق لزيارة دولة النمسا وتم تلبية الطلب بالوقت الحالي طبعاً هو المخطط كان بالعلاقات أو بالموداولات وقتها أنه يتم افتتاح قنصولية بكل من أربيل وبالبصرة في العراق وتم الطلب والتأكيد على الطلب بتصوري مرة أخرى أثناء لقاء السيد برزاني مع المسؤولين النمساويين وأتصور بالوقت القادم رح نشهد علاقات أمتن وبشكل نوعي أكبر في العلاقات ما بين النمسا والعراق ومن ضمنها إقليم كردستان العراق طيب لو حبينا نعمل عملية شرح للسادة المشاهدين لأهمية وغرض الزيارة ككل يعني من وجهة نظر حضرتك أهمية الزيارة بتصوري دعوة رئيس إقليم كردستان العراق إلى النمسا هو من جانب أولي هو الدعم السياسي لهذه الشخصية كشخصية سياسية أثبتت طبعا نجاحها في إدارة إقليم كردستان العراق وأعادت بناء الإقليم تماما في إعادة الوضع العام أو التركيبة أو البنية التحتية لإقليم كردستان العراق أثناء طبعا استيلامه لرئاسة الحكومة أيضا كشخصية سياسية مميزة في الإقليم المحيط بالعراق بشكل عام ودوره المميز كسياسي كردي في العلاقات الدولية أو الإقليمية بشكل عام من جانب آخر بتصور الأهمية الأخرى للزيارة كانت هي للتباحث مع هذه الشخصية السياسية في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط بحول أو التباحث معه عن مواضيع تهم النمسا بالذات وتهم المنطقة بشكل عام كالأزمات الدولية الحالية كموضوع الهجرة مثلا كموضوع التغير المناخي إذا بدنا نعتبره كموضوع من جانب النمسا كمواضيع أخرى التهم العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص كالعلاقات ما بين بغداد وأربيل كالتعايش السلمي المميز اللي نجح في إقليم كردستان العراق ما بين المكونات واللي فعلا هو مكان اهتمام بالنسبة للدول الأوروبية وبالنسبة للنمسا كدولة محايدة في سياستها وكدولة مهتمة بالجانب الإنساني بالذات بالأزمات الموجودة وخاصة بالشرق الأوسار ويمكن برضو إقليم كردستان بيحتضن جالية كبيرة جدا من الجالية السورية اللي هما بيضطروا يمكن يروحوا للسفارة النمساوية في لبنان لإنهاء الإجراءات لم الشمل وكذلك أعتقد يمكن ده يكون هيوفر عليهم أنه في حالة وجود سفارة نمساوية في أربيل ده يكون طبعا الموضوع أسهل وفتح طبعا خطوط الجوية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية يعني أعتقد أنه ده هيلعب دور كبير في المرحلة اللي جاية بعد إثبات النجفان برزاني وجوده ورضاء الشارع الكردي عن سياسة نرجفان برزاني تماما هو بالنسبة للخطوط الجوية كمثال طرقت له حضرتك هو موضوع يعني من ضمن السياسات اللي فينا نقول عنه أنه النمسا كدولة يعني بمعنى لها ثقة بالسياسات في إقليم كردستان العراق والمنطقة بشكل عام فهناك ما يقارب بتصور عدة رحلات في الأسبوع هذا مؤشر مؤشر على الثقة مؤشر على النية في تبادل الرؤى حول وتثبيت العلاقات الموضوع الآخر الهام اللي طرقت له حضرتك فعلا هذا واقع يعني إقليم كردستان بإمكانياته المحدودة يعني غير أنه احتضنت يعني هو كإقليم طرقنا للجانب الإنساني وهو الجانب اللي المؤثر أو الانترسي فينا نقول عنه لدولة النمسا إقليم كردستان العراق نجح بهذا الملف أو بهذا الجانب لما نحتضن ببداية الثورة السورية إلى الآن يعني عدد ضخم جدا من اللاجئين السوريين لما صارت الأحداث بالعراق نفسها من وقت داعش إلى ما بعد هذه المرحلة احتضن حتى العراقيين أنفسهم من الموصل وباقي المناطق فصارت يعني وجود المنطقة كإقليم حاضنة للمكونات صارت محل اهتمام عالمي وأوروبي وبالذات لدولة النمسا اللي الاهتمامات الإنسانية متطورة لحتى أنه تتعامل مع هذا الملف بالذات وتعمل على التعزيز هذا الملف وتقديم الدعم الممكن لحتى يتم الاهتمام بالملف الإنساني وحسن المعاملة كمان بالموقارنا بدول أخرى بتحتضن يعني السوريين بيعانوا من وجوده منك تماما النقطة هاي جدا مهمة يعني احتضانها بالذات للسوريين بالفترة الأخيرة كانت برأيي الشخصي هي الرسالة ليس فقط للسوريين وإنما للمنطقة ككل سواء كان عراقيين أو سوريين أو حتى الإقليم أو حتى الدول العربية بشكل عام أنه كتجربة واعدة ناجحة تمد يد التعاون والسلام والتعايش المشترك برأيي هي الرسالة جدا كانت هادفة ومهمة واحتضنت الأخوة السوريين بأعداد كبيرة وتحاول برأيي وحسب الطلاعي أنه تخفف من الأزمة الإنسانية هناك وبالتالي البناء على هذه الأزمة الإنسانية بتصور حتى إقليم كردستان العراق سياسيا كان له موقف سياسي واضح وداعم للسوريين والقضية السورية إذا فينا طبعا نسميها بها المسمى فأتصور الموقف السياسي لإقليم كردستان العراق كان مع الشعب السوري وهذا الموضوع جدا مهم وبتصوري نجح إقليم كردستان العراق على الجانب السياسي والإنساني بالتعايش المشترك وتقديم أمثل تجربة للداخل والمحيط بتجربتها طبعا اللي فعلا قدر توصل رسالة مهمة مثل ما ذكرنا سابقا للداخل والمحيط وحتى الدول الأوروبية بأنه يمكن البناء على هذه التجربة والاستفادة منها طبعا في بناء إعادة بناء المنطقة ككل وتطبيق هذه التجربة في المحيطة وفي الإقليم بشكرك شكرا جزيلا يعني ممكن نقول إذا كنت في كردستان أنت تشعر بالأمان تماما خلينا ننتقل له سيد أحمد قلق حضرتك لهذه الزيارة من الناحية السياسية من الناحية الاقتصادية بشكل عام على العلاقات بين إقليم كردستان ونمسا تفضل حيث سيد ممدوت حيث سيد نيزار شكرا على زيارتك اليوم أنا بالستوديو نمسا ميديا صراحة أثبتت الدبلوماسية في إقليم كردستان يعني على أنها فعلا استطاعت إثبات وجوده بهذه الجغرافية الصعبة يعني لاحظ إقليم كردستان سيد ممدوح تقع على الحدود الشرقية إيران الحدود الشمالية تركية الحدود الغربية سورية الحدود الجنوبية العراق نفسها التي ومن الجهات الأربعة لا يوجد استقرار سياسي بأي منطقة المنطقة من جهاتها الأربعة يعني باستثناء الجانب التركي لربما الجانب التركي له وضع مختلف وخصوصية خاصة ولكن من الجهات الثلاثة خاصة سوريا وإيران إضافة للحكومة المركزية في العراق تعاني من أزمة سياسية صراحة يعني فينا نقول لا يوجد أي نوع من الاستقرار فعندما يكون هذا الإقليم عنده هذا الكم من الاستقرار وهذا الكم كما تفضل أستاذ نزار الذي يستضيف الآلاف لربما صراحة ليس عندي إحصاءات رسمية من المهجرين المهجرين يعني المهجرين من كافة من الجغرافيات السلاسة الموجودة بما فيها تركيا نفسها ويكون السيد نيجيرفان برزاني في زيارة إلى النمسا بدعوة من وزير الخارجية والتي هي أصلا في النمسا يوجد قنصلية لكردستان موجودة في فيننا ومن يريد أن يسافر إلى كردستان لا يذهب إلى السفارة العراقية يذهب إلى القنصلية أو الموسلية صراحة يمكن أن يكون دقيقين بالتسميات أكثر وحتى يحصل على فيزا ويستطيع أن يسافر الطيران النمساوي الوحيد صراحة إلى إربيل ولا يوجد طيران النمساوي إلى بغداد يعني تخيل بالضبط طيران مباشر من فيننا إلى إربيل طيران مباشر فهذا دليل على أن هذه الجغرافية التكوينة الشعبية الموجودة هناك فعلا استطاعت أن توجد استقرار اقتصاد يوجد مجتمع يوجد حياة مدنية بعيدة عن هذه الفوضى رغم أن إيران وتركيا وميليشيات العراق تستهدف أحيانا أشخاصا وأقليم في كردستان بما فيها الميليشيات المتعددة الأسماء الموجودة الموجودة في سوريا بما فيها إيران وروسيا طبعا فبالتالي بصراحة زيارة السيد نيجيرفان برزاني زيارة مركزية وأعتقد أن لقاءه بالسيد أليكسندر شالنبرغ من حزب الشعب هذه رسالة كما تفضل على اعتراف على اعتراف أولي على اعتراف أولي بهذه بهذه التجربة الناشطة والبناء في هذه المنطقة والتي ستكون مفيدة لكل شعوب المنطقة الموجودة هناك ليس آخرها افتتاع قنصلية نمساوية وليس أولها التحالف التحالف والقضايا التي أدخمتها إن كانت النمسا ولا إن كانت المنطقة موضوع المهاجرين، التطرف، القضايا الاقتصادية يعني العديد من الأمور يعني ممكن أن تبدأ حجر البناء لتكوين علاقات بين أربيل والاتحاد الأوروبي العلاقات قائمة أستاذ الممدوح لا ترسيخ أنا أقضي ترسيخ يعني خلينا نقول مرحلة متقدمة مرحلة أخرى أكثر عمقا لربما فعلا تكون هذه الزيارة وأن النمسا قامت بفتح أو بافتتاع صراحة لستمتطلعا كثيرا على الزيارات السابقة للسيد نيجيرفان ولكن أعتقد أن زيارته إلى النمسا صراحة هي هامة جدا وذات أبعاد متعددة أعتقد أننا سنقرأها في المرحلة المقبلة